المترجم للقناة المترجم للقناة الآن سأتحدث عن بعد أن تصل إلى المدينة التي ستبقى فيها أولا يجب أن تحرق الحلال الحلال ما يأكل ما يأكل لأن هذا مهم ويجب أن تحرق المترجم للقناة لأنني أأكل حلال أو حرام مهم ويجب أن تخبر هذا المترجم للقناة في أربعين نووية النبي صلى الله عليه وسلم يقول السفر 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 لكن الله لا يجب أن يجبه لماذا؟ لأنه يأكل حرام ويأكل حرام لذا يجب أن يأكل حلال ويجب أن نتفكر حرام ويجب أن يتحدث هنا الشيخ يتحدث ماذا كانت الحرام جانبًا وليس في تقرير قال يقول الأشياء حلال الله سبحانه وتعالى قال هو الذهي خلق لكم ما في الأرض جميعًا لذا البعض كل شيء حلال هو الذهي خلق لكم ما في الأرض جميعًا الله سبحانه وتعالى قرأتها لنا. ماذا يعني لنا؟ يعني حلال. وحرام هو إضافة. لذلك الكثير من المسلمين يعتقدون أنه عندما نتعلم أو عندما نتعلم نقول كل شيء حرام حرام حرام. لا، هذا هو خطوة خطوة. ليس كل شيء حرام. الحمد لله. الحمد لله، كل شيء حلال. وما هو حرام؟ حرام هو إضافة. لذلك يعني الحرام، الحرام، كما يأتي القرآن. يعني أنك أمسك الحرام. وكذلك هناك دوة إضافة. من الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم تأكد ذلك. الحرام، الكبد والطحال، الحرام والطحال، لأنه يعتقدون جداً كجمس. المبتل منه الحرام، المبتل منه الحرام، المبتل منه الحرام، لذلك هم هذه الحرام، التي نأتنا. طيب، ولكن لن يأتي القرآن، الحرام هو حرام. الحرام هو حرام. الخمر أيضاً حرام. والطحال هو حرام، لماذا؟ لأنه يأتي القرآن. حسناً، لذلك هؤلاء الحرام، المبتل منه الحرام. وعلى ما يأكل، أيضاً، المبتل منه الحرام، كل شيء هو الحرام. وماذا هي الحرام؟ الأول، الخنزير، الحرام، المبتل منه الحرام، طيب، وماذا يأتي القرآن، الحمار الأهلي، المبتل منه الحرام، هذا هو حرام، هل يتكلم في القرآن؟ في السنة، يتكلم في السنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك، ما هو حرام؟ المبتلين، أو بعض المبتلين قالوا، إن وجدوا حديث، نحن المعرورة حرام – انهي حرام، سيؤمنها ام router، وإذا كان لدينا حرامًا، فعندوق، إن وجدوا حرام، سيؤمنها، وسيؤمنها المبتل من النابلات سيئة مثلا الرا�98 السل الإطار وآله لقد والله أحلم، تم stand a prophet إن كان مثلي، أنا أهتم في صناع أحبه ونعم أفل ما هي الفتحة فتحي خطوة القطار يقوم بالفتحة الأحيانات اقول هل لا يمكن moet يخطط القطار القطار كيف يمكن أن تحضر القطار القطار القطار؟ ستخطط القطار القطار والحاء التي ستأخذ القطار 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 بأسفل هذالاً إذا كان يتحرك أن يتحرك هذا الناس، بالطبع أن يتحرك أن يتحرك. لذلك أي أي نسخة الشريعة قررتنا أن لا يتحرك، يعني أنه يتحرك أن يتحرك. مثل الناس، المسكوربين، المنزل، هذه الناس، هل يتحرك أن يتحرك؟ نعم، مرحبا، هذه الناس، ليس الناس التي أخبرتني، مثل المسكوربين، 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 ومعضي المسكوربين، أيضًا. هل تعرف؟ المسكوربين التي أخبرت بحقuffed الأسرоля؟ ما هي نسمه الحدود؟ الحدود التي أخبرت بحقود أن يتحرك أن الكثير من المسكوربين؟ حبها، حبها؟ هذا هو فهو الإنسان أو أو أردو هذا؟ الإنسان حسنًا هذه الأشياء يُببعون لنا أن تقتل لذلك يُببعون لنا أن يأكل وفي الثاني أنه هناك الأشياء هم تطلع الشريعة أن يتقتل أيضًا يُببعون لنا أن يأكل مثل الصوربان، الزواج، الزواج أسفلنا نقتل هذه الناس. لذلك لا يمكن أن يأكلها. هذا هو نوع الثاني. نوع الثاني، الناس. يقولون مثل الخبائث، شيء خبيث، خبائث. يقولون مثل الخبائث. نحن لا يأكل الخبائث. نحن لا يأكل الخبائث. لماذا؟ لأنهم يعتقدون كخبيث. يعني لا يأكل خبائث. الثاني والخبائث. الثاني. كل ديناب من السباع. كل ديناب من السباع. السباع. What's the meaning of السباع? It means the animals which attack. Like the lion, the tiger, these animals. And the Prophet ﷺ mentioned in the hadith two things. كل ديناب. Two criteria. كل ديناب من السباع. something which attacks. And it has the nab. Angs. Fangs. Fangs, yes. So this fang, beast, not allowed to eat. It is haram to eat them. وكل دي مخلب من الطير. Okay. كل دي مخلب من الطير. طيب. The birds having the talons. Okay. Yes. One of the. Sorry. Yes, pray to which they catch. For example, the chicken also they have. Okay. But they don't eat other animals by their talons. But for example, the falcons. And the other animal, eagle, huh? They eat. They catch. So it is haram to eat them. It is haram to eat them. Did the animals. So it's handled. Okay. But they eat, this animals. They eat these animals, they eat these animals. They eat. They eat the dead and animals. Okay. Also this, this forbidden. The next one. The. Time. Day. Day. The dead animals. The huge animal. They did the animals. محطط دائر. محطط، أما غض otras أسفل ، لن يمكن من أن ألتفoun yep.adan financials لا يAntonis. ويقولون أن المسلمين لديهم حلالة لتسلطر هذه المنطقة ويقولون، لماذا تسلطر هذه المنطقة حرامة؟ إذا نسلطرها بأمنا، إذا نقتل هذه المنطقة، إنه حلال، وإذا الله سبحانه وتعالى تسلطر هذه المنطقة، نقول إنه حرام، لا، إنه حلال طبعا، هذا المنطقة، لأن الله سبحانه وتعالى تسلطر هذه المنطقة، وإذا تسلطر هذه المنطقة، دائمنا، وإذا لا تسلطر، إذا كان حراما، حتى تسلطر هذه المنطقة، وإذا كان هناك دائم، وما يوجد دائم، والسمك والجراد، حراما، والجراد، والجراد، وإذا كان هناك حديث لا فقط، فإذا قال، الحلو ميتة، أي شيء، في العراء، حلال، أي شيء في العراء، حلال، عندما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحن نريد بسطرات، نحن نحتاج، نحن نسلطر، هل يمكننا أن نستخدم الوضوء من الوضوء لفعل الوضوء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور وماءه لا مشكلة الوضوء من الوضوء من الوضوء طاهر الحل وميتته و الأشياء في الوضوء من الوضوء حلال حسنًا حسنًا هناك بعض الوضوء يسمى كلب البحر الوضوء من الوضوء يسمى الوضوء في عرب نقول كلب البحر أو الوضوء من الوضوء كل هذه الأشياء حلال لأنهم في الوضوء كلهم حلال طبعا سال كل مرة في الوضوء الحلو لا نزل نحن نحن في الوضوء من الوضوء من الوضوء طبعا حسنًا 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 حلال لماذا؟ لأنهم في الوضوء تتعيب في الوضوء هل يأكل كل شيء لكنهم يأكلون حلال هل يأكلون حلال هل يأكلون حلال؟ نعم بعض الناس يقولون حمام حسنا لكننا لدينا الحديث الحلو ميتته النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حلال الأشياء يموت في العراء ويأتون في العراء لا 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 حليث الحليث لا يعني حلو ميتته يعني أنه حلال هذا ميتة يعني أنه ميتة يعني أنه ميتة حلال حلال نعم حلال ميتة 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 نعم حلال نعم حلال 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 ميتة حلال نعم حلال 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 ولكن الذين يتحبون العبادة من الأخرى لذلك يتحبونها حرام أعني أنهم موتون ولكن إذا كنت تسلطر خلاص جميعاً ولكن أيضاً لأنك تسلطر أو لا تسلطر لأنه حرام لماذا؟ لأن هناك حديث حديث عن حديث حديث عن حديث إذا كنت تسلطر أبريد أن يقومون بأبراف من الجانب إذا كان ذلك أبوضي يجب أن يقومون بأسراب هذا يجب أن يهلاع هذا يجب أن يخافه هذا يجب أن يخافه فالأخير هو حرام. نعم؟ الثاني سنفصل من حيفة وميتة أي قطة من أخير يعتقد أنه كذلك كذلك يستخدمون لتخلق من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل يستخدمون المنزل من المنزل أو ماذا إذا كانوا يقومون من المنزل حسنا هذا المنزل هذا المنزل هذا المنزل حسنا؟ مثال أنت تقومون من المنزل حسنا؟ ومعنى حسنا؟ 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 حسنا ومعنى حسنا؟ 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 عملاря حسنا؟ 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 نحن بجرد الحالة المساعدة وهو في حول سلطة. والدرس لن يمكنناment التحالف مرساة. لماذا؟ لذلك، لنحتاج لي ще للمنصفهم. لذا، مرساوعة تلك البعض مختلفة. تلك الليلة، تلك الأسباء. البعض نحو المخطط، لنصفهم، نحو المخطط، نحو المخطط، نحو المخطط، ذلك، نحو المخطط بسرطة. لذلك إذا أخذتهم، سيكون لديهم حلالاً، سيكون لديهم حلالاً حتى الأطفال المستخدمين، مثلاً إذا كان هناك كامل، يجب أن يكون لديهم ولكن إذا كان هذا كامل، أحدهم يصبح مغلق لذلك يكفي من فارة، لا أستطيع أن أصل إلى هذا الأطفال يستطيع أن يكون لديهم مغلق لذلك يمكنك أن تحقق هذا يكفي، إذا أخذت هذا الأطفال، وإذا تصل إلى هذا الأطفال، المغلق كان مغلق هل يمكننا أن نظر هذا كحرام والأطفال؟ لا، لأنني أخذت هذا الأطفال نعم، بالطبع، هناك قرارات، يجب أن تقول بسم الله، يجب أن تقول بسم الله، هناك قرارات للأطفال نعم، هناك قرارات للأطفال، لكن الأطفال هو، هناك بعض الأطفال قرارات للأطفال، أنك قرارات للأطفال، والأطفال، والأطفال ثم يجب أن تقرارات للأطفال، يجب أن تقرارات للأطفال، حسنًا لكن إذا كان قرارات للأطفال، هذا هو حلال، هناك قرارات هناك قرارات، يجب أن أقول بسم الله، حسنًا ثم أعتقد أن الأطفال этих آث من المنح هذا وعندما يكون هناك محطة أو شيئاً. لذلك ترى الناس وكذلك تذهب إلى الناس الذي تحاوله. عندما تصل إلى الناس، تجد الناس في الماء أو في الماء. وهو موت. ولكن لا أعلم. الناس موت لأسفرتي أو لأسفرتي؟ أو شخص أخر. صح؟ نعم، لا أعلم. ربما نكون هناك دو أو ثلاثة. أخرج لم يقول بسم الله. أقول بسم الله. هناك قرارات. ربما سنصل إلى هذه القرارات. ليس لأنني أحاول لا يوجد قرارات. هناك قرارات. نعم. والقرارات. يمكنك قرارات بقرارات. هناك قرارات مختلفة في فقه إن شاء الله. إذا كنت قرارات، إن شاء الله يمكنك تتحدث هذا. أي شخص؟ أين؟ 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 أعلم؟ أتنتظر على هذا القرارات. أتنتظر على هذا القرار؟ أتنتظر على القرارات. أتنتظر. أتنتظر على الحلق. أتنتظر للغرب. أتنتظر على مقرارات. أتنتظر الإ نقاح الحرام. بالفعل في القرآن ، ثم قاله خمر و ثلاثة أخرى ، قاله فجتنبوه ، يجب أن تقلق ولم تقلق ، ما هو أكثر من أن لا تقلق. إنني أقول إنه حرام لتقلق هذا الجوع من قلق ، إنه معي الآن. لكن إنه حرام لتقلق ، ربما يمكن أن تستخدم ، لتقلق ، لكن حرام لتقلق. لكن إذا أخبرك ، يجب أن تقلقها منك ، لا تقلق معها. الله سبحانه وتعالى قلق عن الزنا ، والا تقرب الزنا ، لا تقلق مع الزنا. لذلك هناك مختلفة بين لا تقلق زنا أو لا تقلق خمر و الأخرى ، فجتنبوه ، فجتنبوه ، فجتنبوه ، فجتنبوه ، فجتنبوه ، فجتنبوه ، لذلك يجب أن نقلقها. عدد الحديث ، و النبي صلى الله عليه وسلم ، فجتنبوه ، نبع الحديث ، حسنا ، بأخذ ١ مرتفع من الناس ، إذا تؤمن الله سبحانه وتعالى في الوقت الأخير، لا تسأل على الوقت، فالخمر يسأل على الوقت الأخير. هذا هو مقصد، لأنه بعض الوقت في مدى لا موسلم، يتبعون مجلسة في مدى، فهم يسأل على الوقت الأخير. لا تسأل على الوقت الأخير. هذا أخير و هذه المنزل تأخذ خمر، لماذا يسأل؟ هذا هو مقصد. نعم، بعضهم قلون أن هذا هو حرام، و الأخرين قلون أنه لا يعتقد أنني أصدق على الوقت الأخير. لكننا يجب أن نحاول أن نتبع. إذا كان لديك أخير، نحاول أن نتبع. لا تنبع هذه القدرة من المدى، إنه يمنح لديك أخير الداخل من الأكثر، أم الخباث أم الخباث, أم الخباث, أم الخباث, أم الخباث خمر سبحان الله لكن لا يعني المسلمين لم تكن مزعى. ربما يمكن أن يكون شعورين فيهم وأنهم يدعون. أمهم يدعون خمر سبحان الله يتبعون ويدعون خمر عجيب الله الله يهدي 40 days what the the salah is not accepted you have to pray you have to pray okay the one who drinks khamr his salah not accepted 40 days it means some scholars say the reward you will not get the reward he is he has to pray but he will not get the reward 40 days and the same thing the one who drinks khamr the fortune teller if you go and ask the fortune teller and also the khamr the one who drinks khamr and and subhanallah now the the khamr has different names the khamr has different names you mention maybe 15 names i'm not mention the names because maybe if i mention the names you go and check what are the names of khamr no need huh do you need to mention the names or you know or you know huh subhanallah sometimes sometimes with muslims okay when we sit and talk and you're surprised they know the names of the khamr okay more than the names of the companions because of what because of what in arabic language or english 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 okay this is a problem why okay of course i don't mean they drink because they drink because they watch the films because they watch the the non-muslim films okay and they learn the names of the khamr and because many times they travel to the non-muslim countries they go to the restaurants so they are familiar with the khamr and the names of different names of khamr okay and we should be as i said we should be very sensitive for this issue the muslims should close this door this is one of the major sin and it is a clear haram in the quran and the sunnah where the bar i say it will be in the restaurant not in the room inside the room tell them to remove tell them to remove before that i'm not talking about haram or halal the muslims should be sensitive okay many muslims don't care i don't drink i know for example i am in the room alone i don't drink they don't care okay show your religion show your deen no sorry i'm muslim you have to before you enter the room remove everything or you can't tell them if you are booking okay tell them they're not please remove any 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 drinks or wallah i'm muslim i want to put quran because some places they put in jeel sah okay they put in jeel when you open the drawer you find in jeel please i'm muslim i don't want these things let them know let them respect our religion but they will not respect our religion if we don't respect our religion if we are not proud in our religion they will not respect us so the muslims traveling a lot traveling a lot but subhanallah many muslims don't care wala many muslims don't care they don't care about khemur about the salah about the in jeel about the quran they don't care yes 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 and also if this option is not available we should make it available we should talk we should speak okay i don't mean we should be five people but we should we are paying the money they need they need our money they need our money if we are keeping silent no change okay we go and we see the haram things then we come back to our friends and say they don't respect the muslims okay you should talk because sometimes they don't know sometimes they don't know for example hearing many places in the shops they are not muslims okay they are not muslims okay so so they don't know this is adan or they don't know what is the meaning of adan okay and the music is on 24 hours from morning until night okay we should tell them we should teach them okay and maybe sometimes we need to threaten them we should do something we have to do something okay but if people silent no change and the situation will be worse muslims should do something or should do what they can do without of course creating problems but use use the legal sorry use the legal ways to stop the haram okay stop here as is you 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 شكرا